شكرا لك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم كما أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار مصر في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا جاء ذلك خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاصة إلى سوريا جير بيدرسون وذلك في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيقة حيث شدد شكري على الأولوية التي توليها مصر لتحقيق أو للتحريك مختلف مصارات حل حالة الأزمة وضرورة تكثيف الجهود في هذا الشأن كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيقة كما اجتمع شكري بالتحالف الدول الجزرية الصغيرة في إطار التواصل مع كافة الأطراف والمجموعات المعنية بعمل المناخ الدولية وخلال اللقاء أكد شكري اهتمام الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27 بقضية خسائر وأضرار تغير مناخلة توليها الدول الجزرية الصغيرة النامية اهتماما كبيرا مضيفا إدراك مصر الخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بهذه الدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات الطقس القاسية المتكررة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الاستفتاءات الروسية الهادفة إلى ضم أربع مناطق من أوكرانيا بمثابة عمليات تصويت زائفة على حد تعبيره وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل مع خلفائها وشركائها لفرد إجراءات اقتصادية إضافية سريعة وحازمة ضد روسيا إذا ضمت أراضي أوكرانيا دع الرئيس الأوكرانية بلودمير زيلينيسكي دول العالم إلى إدانة الاستفتاءات التي بدأت روسيا تنظيمها لضم مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا وقال زيلينيسكي أن العالم سيتفاعل بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات واصفا إياها بالزائفة على حد تعبيره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانسي ستونتلبرج إن الحلف سيكثف مساعداته لأوكرانيا ردا على الاستفتاءات التي تجريها روسيا في الأراضي الأوكرانية وأوضح الأمين العام للناتو أن الطريقة المثلة لإنهاء الأزمة الأوكرانية هي مواصلة تعزيز الأوكرانيين في ميدان القتل حتى يكونوا قادرين على الجلوس والتواصل إلى حل تقبله أوكرانيا ويحافظ على أوكرانيا دولة مستقلة وذات سيادة في أوروبا مشيرا إلى أن روسيا ستستخدم هذه الاستفتاءات في تصعيد الوضع في أوكرانيا قال رئيس الوزراء العرقي مصطفى القاذمي إن القوى السياسية عجزت عن الاتفاق على تشكيل الحكومة مما أدى إلى حدوث انسداد سياسي وخلال كلمة ألقاها أمام الجامعية العامة الأمم المتحدة في دوراتها السابعة والسبعين قال القاذمي إن الحكومة دعت إلى حوار جاد وشفاف لجميع القوى السياسية والأحزاب المختلفة لمناقشة صبر الخروج من أزمة السياسية الحالية سعيا منها لتلبية طموحات الشعب والتعبير عن آماله والتحقيق أهدافه لضمان مستقبله أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة العربية للحكومة الشرعية في اليمن والجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتخفيف معاناة الشعب اليمني والعمل على استعادة مؤسسات الدولة وفعاليتها جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي اليمني محمد رشاد العليمي على هامش مشاركته في الدورة السابعة والسبعين الجمعية العامة لأمم المتحدة حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في اليمن واحتمالات تمديد الهدنة مطلع الشهر القادم وشدد أبو الغيط على أن الحل السياسي يظل الطريق الوحيد لمعالجة الأزمة اليمنية وأن الهدنة توفر فرصة لتخفيف معاناة اليمنين ختم موجز الثامنة فاصل نعود لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر